قدمت النمسا تبرعا بتسعة ملايين يورو لخدمات اللاجئين الفلسطينيين لمنظمة اونورو وذلك ضمن اتفاق وقعت عليه النمسا لدعم الخدمات الصحية على مدى ثلاث سنوات واتنى المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني على الدعم النمساوي حيث ان التبرعات تسهم في تحسين حياة اللاجئين والاستقرار الاقليمي في سوريا وفلسطين ويذكر ان النمسا تبرعت ب7.8 ملايين يورو في عام 2022 منها 2.7 مليون للرعاية الصحية ومليونين للازمة السورية و2.7 مليون للاراضي الفلسطينية المحتلة كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم كنتم معكم انا اسام اشتركوا في القناة